في التقرير الخاص محاصيل زيت الزيتون اللبناني تتكدس لدى المزارعين العاجزين عن تصريفها والدولة تناور لا تكاد تدخل بلدة لبنانية تشتهر بزراعة الزيتون حتى تسمع الكلام نفسه زيت مكدس أمام أعين أصحابه الذين لا حول لهم ولا قوة لتصريفه بلدة بشتفين الشوفية ليست بعيدة من هذه الأجواء فهنا مع صرط زيتون يجتمع فيها المزارعون ويتقاسمون الشكوى نفسها بانتظار الفرج هؤلاء كل خزان بساعة ألف لتر هؤلاء ألف لتر فيه من الاثنين من السنة هاي وفيه خزان من السنة الماضية أنا كنت مكدس حوالي الميتان تنكي أمام هذا الواقع خسائر تلحق بالمزارعين الذين يطالبون المعنيين بالمساعدة إذا ممكن الدولة تساعدنا شوي بتخفيض كلفة الإنتاج نحن ما عرف أنه الزيت اللبناني كلفته عالي عنا اليد العاملة عالي أجور النقل عالي بيعوا السنة الماضية قسم لجيش اللبناني مع الأسف يعني لحد هالك ما قبضوا التمان وزارة الزراعة تحركت فأصدرت قرارا يقضي بتنظيم مشروع تسويق زيت الزيتون اللبناني قرار جيد في المبدأ فقط بحسب المزارعين الذين يرون أن الشيطان يكمن في تفاصيله فالقرار يلزم المزارع بعدم بيع أرضه أو تضمين البستان لمدة خمس سنوات على أن يتعهد بتسليم كمية محددة من إنتاجه لتعاونية زراعية لكن القرار لم يأتي على ذكر الأسعار التي سيتم دفعها للمزارع ولا توقيت القبض على أن تدفع للتعاونية نسبة خمسة وعشرين في المئة من ثماني زيت المسلم بعد تأكد من نوعيته بأي لحظة من اللحظات قادرين يجي يقولون نحنا من بيع أنتاجهم معناته المزارع ممكن يتعرض لعملية نصب واحتيال من شراء هذا الأرار اللي هو منه واضح واللي نحنا ضده خاصة أنه هالأرار هيدا جاي بعد كتير من الأرارات مشاريع لي علامة استفهام يعني تقصد من قبل المشاريع ما استفدتم منه؟ ما حدك فيه أموال في كل هالأموال هيدا ما راحت حقيقتان لدعم القطاع الزراعي مثل ما هو مفروض يندعم مسأل صغير فيه مليونين دولار من هالميزينية هيدا توزعت للتعاونيات في لبنان التعاونية وحدة بمنطقة صور أخدت 250 مليون ليرة كهبة إنما منطقة جبل لبنان كلها أخدت 250 مليون على أي حال فأن قرار وزارة الزراعة لم يصدر بعد في الجريدة الرسمية والمزارعون سيستمرون في تشكيكهم به وسيرفضون تطبيقه حتى إجراء التعديلات التي تجعله أكثر وضوحا وبالتالي أكثر أنصافا بالنسبة إليهم ترجمة نانسي قنقر